خسرت المغرب اليوم من بطل العالم فرنسا لكنها فازت بالمجد كل المجد النهاردة فرنسا كانت ند للمنتخب المغربي وليس العكس كانت المغرب أقوى وأفضل ظهرت كبيرة كعادتها بأبطال ورجال شداد صحيح النهاردة المغرب خسرت فرصة المباراة النهائية ورفع الكاس بس كسبت احترام العالم رفعت رؤوسنا للسماء شرفتونا ومستنيين إن شاء الله البرونز قدام كروات يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة طبيعي إن النهاردة نبقى زعلانين الطبيعي إن النهاردة نبقى متأثرين الطبيعي إن إحنا النهاردة نبقى متدايقين بس الطبيعي أكتر إن إحنا النهاردة نفخر بالمنتخب المغربي الطبيعي أكتر إن إحنا نفرح للمنتخب المغربي الطبيعة أكتر أن احنا نتشرف بالمنتخب المغربي الحقيقة أكتر أن احنا فخورين بالمنتخب المغربي آه كان نفسنا الخطوة الأخيرة كمان ما هم اللي رفعوا طموحاتنا وهم اللي رفعوا توقعاتنا هم اللي عرفونا وخلونا نتأكد أنه مفيش مستحيل هم اللي خلونا نوصل لآخر مرحلة ونقول لي لأ المغرب ما تكسبش فرنسا بطلة العالم أحسن منتخب في العالم أقوى منتخب في العالم اليوم يا ولاد المنتخب المغربي كان مستحوز على الكورة أكتر من المنتخب الفرنسي النهاردة المغرب بتوصل لمرمى المنتخب الفرنسي أكتر من مرة وبتضيع فرص قدام مين؟ قدام مبابي وهرناندس وجريزمن وجيروه ودمبلي وأسماء كل واحد فيهم يشيل منتخب لوحده لما المغرب تخسر النهاردة من فرنسا هو عادي بس النهاردة هي الخسارة اللي بيتقال عليها حقيقي حقيقي خسارة مشرفة في منتخبات لما تخسر من فرنسا يقول لك إيه إحنا خسرنا بس بشرف عشان بهدف أو هدفين لكن النهاردة المغرب لعبة مباراة محترمة ما تقدرش النهاردة تلوم على المغرب ما تقدرش تلوم على المنتخب المغرب وتقول له انت عملت مباراة مش كويسة منتخب المغرب اللي وصل لنصف نهاء كأس العالم في إنجاز فريد تاريخي للعرب والكارة الأفريقية ما تقدرش تلومه هي قدرات وفرقات فردية ما بين مثلا كانيان بابيه وأي لعب في العالم وأي مدافع في العالم مش مدافع للمنتخب المغرب نقول انهم قدراتهم مش كبيرة لا ده كانيان بابيه واحد من أعظم اللي لم يكن أعظم لعب العالم في الوقت الحالي ايه المنتخب ده؟ ايه المنتخب اللي عنده الإرادة دي كلها؟ منتخب منهك بدنيا منتخب عنده إصابات بالجملة منتخب مش متوقع إطلاقه أن يوصل للمرحلة دي ووصل لها والآخر لحظة كفاح رائع ايه الجمال ده؟ أنا النهاردة سقفت تلقائيا تلقائيا وهو جمهور المغرب بيشجع فرقته بعد الهدف التاني بعد هدف قتل المباراة خلاص ما فيش أمل في العودة الجمهور المغربي بكل احترام وتأدير لهذا الجيل الرائع للمنتخب المغربي وجهازه الفني بقيادة المدرب الرائع جدا وليد الراجراجي وده بقى بصراحة اللي يتقال عليه المدرب المدرب اللي ما بيخافش المدرب الواصق المدرب اللي ما بيجي لعب منافس كبير يقول أنا كمان كبير زيه النهاردة المنتخب المغربي في نصف نهاية كأس العالم بيلعب مباراة نصف نهاية كأس العالم ومن خرج البرازيل وهولندا وأسبانيا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا كل دول خارج المنديال والمغرب اليوم بتلعب نصف نهاية كأس العالم وتلعب السبت القادم على برونزية كأس العالم في مشهد النهاردة لمشجعة مغربية بتبكي وهي بتسقف ده مشهد مرسوم مشهد كالينا جميعا بص المنظر هتوا يا بتسقف هو ده بالزبط أنا فخور جدا وزعلان وبعاية إن احنا ما وصلناش النهاية وأخد كأس العالم انت وصلت المشجعة دي والمشجع المغربي والمشجع العربي إن احنا مستنين المغرب تاخد كأس العالم انت متخيل الطموح شوف الجمال فخورة بتسقف وفي نفس الوقت بتعيط ده مشهد يتحط في السينما هو يلخص كل حاجة حصلت النهاردة زعلانين لو زعلانين النهاردة فاحنا زعلانين إن الرجال اللي كانوا في الملعب دول حلمهم ماكملش بس هم ما أسروش ما أسروش حقيقي بنقطة عرق واحدة ده مشهد بمليون جنيه ده مشهد المنديال في كل حاجة في كل حاجة المشهد ده مشجعة المغربية بتسقف وهي تبكي وتمسح دموعة ورجع تسقف تاني بعد ما مسح الدموعة الروعة دي المشهد بتاع وليد الركراج النهاردة وهو بيلمي لعيبة المنتخب المغربي بعد المباراة بيحمسهم وبيسقف لهم وبيشجعهم النهاردة المنتخب الفائز والمنتخب الخاسر الاتنين رايحين عند جماهيرهم بيحتفلوا وبيتلقوا التحية منتخب المغربي بيروح يتلقى تحية جماهير المغرب اللي قدرت واحترمت وعرفة قيمة اللي عملته أو اللي عمله المنتخب المغربي في هذه البطولة ونحية تانية بطبيعة الحال فرنسا تحتفل مع جماهرة النهاردة المشهد رأيه اللقطة هي بتاع توليد الركراج مع لعيبة المغرب بعد المباراة دي بعد المباراة مش قبل المباراة انا متصور يعني متصور مش حاضر معاهم امتوا عملتوا اللي عليكم انتوا هايلين انتوا عملتوا اقصى حاجة احنا دلوقتي نرفع رؤوسنا نروح نشجع او نتلقى تحية جماهيرنا عندنا يوم السبت برونزية تكاس العالم وهناخد البرونزية ولو ما خدوش البرونزية وخدوا المركز الرابع فده انجاز تاريخي وبالمناسبة وليد الركراج النهاردة مش النهاردة يعني البطولة كلها حط اي مدرب عربي او اي مدرب لمنتخب عربي في موقف في منتهى الاحراج فكرة بقى ان حضرتك تقول لي التمثيل المشرف دي كلمة تشتب عليها خلاص ما بقاش فيه حاجة اسمها تمثيل المشرف خلاص تمثيل المشرف تعمل زي المغرب توصل لآخر لنقطة في المنديال هنا اقولك انت عملت تمثيل المشرف هدي تقول لي المشاركة في كأس العالم فحد زادها شرف لا السعود لدور الستاشر الشرف لا هصعد لدور الثمانية ويبقى إنجاز لا اوصل للمرحلة دي هو خلاص وداك في حتة ان انت دلوقتي انا بتكلم عن كل المنتخبات العربية مش بس منتخبنا الوطني المصري وداك في حتة ان انت دلوقتي بقيت في تباق مع المغرب ازاي توصل للمرحلة دي على الأقل تسويه في المرحلة دي على الأقل بقى حلك الوحيد عشان تعدي إنجاز المغرب التاريخي ده انك توصل لنهائي كاس العالم فكرة بقى أصل قدراتي وإمكانياتي واصل الحاجات اللي بنقعد نكتبها ونقولها ونريح نفسنا بيها ونصبر نفسنا بيها دي راحت راحت بلا عودة بلا عودة ده التمثيل المشرف نهارده أداء المنتخب المغربي قدام المنتخب الفرنسي ده الأداء المشرف دي الهزيمة المشرفة لكن ما تجيش تقول لي تصلي من منتخب صغير أو حتى منتخب كبير وتقول لي احنا خسرنا بشرف لا ما خسرتش بشرف تا ما روحتش أصلا عجول لكن النهارده المغرب راحت عجول كتير وضيعت فرص كتير وكايت خطيرة جدا خد بالك منتخب زي المنتخب المغرب لما يلعب قدام المنتخب الفرنسي ويتلقى هدف مبكر في الدقيقة الخامسة المنطق يولنهيار انت مش بترمع منتخب صغير لكن انت دفعت المنتخب الفرنسي للتراجع من كتر ما انت بتهاجم وبتسيطر على الكورة هدف تاني يخش في مرموك في الدقيقة 79 المباراة قتلت منطقيا وعمليا المنتخب المغربي لحد صافرة الحكم في منطقة جزائي المنتخب الفرنسي الجمال ده الاراضة دي القدرة دي العظمة اللي عملته المغرب في هذه البطولة عناصر كلها مدهشة مثلا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر له لو وجود كله المبابيه وليونين المسي في هذه البطولة وليس بمنطق العاطفة اطلاقا كنت هقولك سفيان مرابط لازم ياخد افضل لعب في هذا المنديال لعب وسط المنتخب المغربي لازم ياخد افضل لعب في المنديال ولكن اضعف الايمان لو وجود مسي وامبابيه لوحوش دي العميني يعمله ارقام عظيمة في البطولة الاتنين داخلين مباراة النهاية وكل واحد فيهم عنده خمس اهداف مسي عنده ثلاثة أسست وكله ما بيه عنده اتنين أسست دول على جنب اللي بياخده السكسي واللي بياخده اللقطة يعني مرابط على الاقل اضعف الايمان يبقى في تشكيلة المنديال وناحي ايه ده ايه لعب الوسط ده ايه لعب الوسط ده ده مثالي عشرف حكيمي رومان سايس قبل الاصابة وياسين بونو يوسف نصيري ايه النجوم دي كله ايه الاداء الرائع ده بالمناسبة المنتخب المغربي اعتقد على مستوى البطولات اللي انا شفتها الكاس العالم من 94 مفيش منتخب وصل لنصف نهائي المنديال ومر بكل هذه السعوبات والمباريات الكبيرة من منتخبات الصف الاول منتخب واحد وصل لنصف النهائي اللي هو المنتخب المغربي لعب مين؟ كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 بلجيكا ثالث كأس العالم 2018 والمصنف الثاني عالميا لاعب المنتخب الأسباني بطل عالم قبل كده لاعب المنتخب البرتغالي بطل أوروبا قبل كده وقريب يعني في 2016 النهاردة بيلعب مع المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة بطل العالم ايه ده؟ خمسة من أصل ست مباريات في المنديال للمنتخب المغربي بيلعب مع منتخبات صف أول ورغم كده بيعديون كلهم بيوصل لآخر مرحلة المنتخب الفرنسي ويخسر ده ما حصلش ما شفتش منتخب حتى يعني ولا منتخب طبعا في المنديال ده واتواجه كل المنتخبات الكبيرة دي ولا واحد ولا واحد هاتلي أي منتخب فكر كده معايا وانت وانا بتكلم قول لي ده المنتخب اللاعب خمس منتخبات صف أول في المنديال السنة دي الوحيد المنتخب المغربي فعشان كده الإنجاز مش صدفة مش حظ مش ضربة حظ مش ظروف قرعة خدمتك لا ده انت خدت الكبار كلهم كلهم ألف تحية للمنتخب المغربي ألف مليون تحية للمنتخب المغربي نهارده فرنسا يا جماعة فرنسا تقيلة قوي قوي انت متخيل حارس مرمى هو جلوريس أكتر لاعب أكتر حارس شارك في تاريخ المنديال هو تساوي النهارده مع مالن نوير والمباراة اللي جاهب هو أكتر حارس خبير وكبير ورائع ده المكتبات من الأول يعني خط دفاع فيه كوندي بارشلونة فيه كانوتين ليفربول فيه فاران منشستر يونيتد فيه سيو هرناندز إيسي ميلان وسط ملعب فيه فوفانا وفيه تشواميني فيه جريزمان طبعا هتكلم كتير عن جريزمان فيه كين يا مبابيه فيه جيرول هدفة تاريخي لفرنسا وفيه ديمبلي ايه ده ده كل واحد من دول يعمل منتخب يعني كل واحد من التشكيلة دي يكون منتخب ويلعب بيه وياخد كاس عالم برضه كل واحد لابدك انت كلهم الجمعين في منتخب ده منتخب غايب عنه مين أولا غايب عنه النهاردة باسمينا الرحمن الرحيم كده وبميكانو ورابيه القاسين مع منتخب فرنسا دول غايبين واتنين مهمين جدا قابل البطولة غايب عنه كريم بنزيمة غايب عنه كانتي غايب عنه بولبوكبة غايب عنه انكونكو ورغم كده منتخب مرعب ايه ده ايه المنتخب ده ده كيلين بابيه ده فيه كورة خدق كيلين بابيه وضرب سبرينت على الخط كده يا جماعة ده انا لو مدافعة خد مش اخش عليه اصلا جري عليه سفياني مرابط على اخر نقطة قريبة من المرمى وعمل تاكلينج في منتهى القوة والروعة مرعب مرعب كيلين بابيه لعيب مش طبيعي انا بصراحة فخور جدا بالمنتخب المغربي فخور جدا بالاداء اللي عملوا المنتخب المغربي والاداء اللي عملوا في هذه البطوة تعالوا نروح ليه الكابتن يونس شليح المدرب حراس مرمى نادي الوداد المغربي السابق وواحد من مكتشفي طبعا الحارس الكبير ياسين بونو يا فندم صباح الخير مشرف ومنور الله ينور السلام عليكم شكرا على سبيل ده النهاردة زعلانين وفرحانين يعني زعلانين نحن كنا عايزين المنتخب المغربي يصل لآخر النقطة وليلا يشيل كاس العالم في نفس الوقت فرحانين وفخورين بهذا الإنجاز العظيم للمنتخب المغربي الحمد لله قبل الله مشاء فعل وحداته إنجاز كبير من كورا المغربية والعربية والإفريقية وليه طريق المنتخب المغربي أكد بأنه ما كانش مستحيل الحمد لله من حقنا نحلمه وغادي نحق كل حلم دينا من حقنا نحلمه كعرب كمغاربة وكأفريقية إن شاء الله لحيث عدنا بزاف ديال المقويمات بزاف ديال المؤهلات باش نقارعوا كبار العالم مش غير القارب رأيك في المستوى اللي قدمه ياسين بونو على مدار هذه البطولة أنا عارف أن أنت واحد من الاشتغل مع ياسين بونو من طفولته يعني الحمد لله كما شفت الجامعة المستوى دي ياسين بونو أكبرك الله قدم مستوى رائع وبرهن وزيد أكد بأنه واحد من الحراس الكبار العالم ياسين بونو المؤهلات دياله والعطاء دياله في هذه البطولة ديالك في العالم الحمد لله أنا ما ما ظهرتنيش حيث أنا كنت عارف المستوى دياله مين كان في الصور دياله كان الحارس عنده محومة كبيرة كان رازين هادئ متابير كان بغي والحمد لله وصل ذلك الشي اللي كان كيتم لناه برغم الصعوبات وبرغم بزاف دياله العراقين اللي لقاها في المطار دياله ولكن بحكم الحمد لله المطابرة دياله وقوة العزيمة والمطال دياله والصوات الشغطية دياله وصلاته الحمد لله بشي لهذا المستوى اللي كان هناه وكان قوله أتبارك الله عليك شرفتين وشرفتين الكورة العربية والكورة الإفريقية والكورة العالمية كلها والمغربية طبيعة الحال الحراس المغاربة المنتخب المغربي كان يقدر يعمل أكثر من العامر النهاردة قدام المنتخب الفرنسي من وجهة نظرك فيما قدر الله مش أفعل مستوى اللي قدم المنطقة المغربي من مستوى كبير سواحد ما كان كيتنبأ اللي بيصل لهذا الدور ولكن فوق طاقة كالتولام الزراري عرقوت توني كما سنقول باللوق قاميس ديالهم ومؤدوا للبالاء الحسن ومن هذا المين بارد كان شكرهم وكان شد بيت ديهم واحد بواحد وكان قلهم شرفتونا وزيت وراتنا تبارك الله عليكم وإحنا فخورين بكم وإن شاء الله علاش الله ما نكونوش احنا من نظام ثلاثة ديال العالم إن شاء الله خلال المصد ديال كرواتيا إن شاء الله إن شاء الله مباراة كرواتيا إن شاء الله شايف المنتخب المغربي قادر بإذن الله أنه يحصد برونزية كأس العالم مع الضغط البدن الكبير إن شاء الله احنا متأكدين إن شاء الله وتيقين في العناصر ديالنا وتيقين في المدرب وكما كان الحال احنا فرحانين بهم فرحانين بهم فرحالات وطف المغربة كامين العرب كامين العرب كامين لاتخي كامين الحمد لله الحمد لله على كل حال تواحد ما كان كيف تنبأ بهذا الإنجاز ولكن الحمد لله إن شاء الله ما زال الخير سيكون القدام حيث حيث اللاعبين الأغلبية معدل بسين لهم بقي صغير وما زال عندهم محطات خرق إن شاء الله اللي غادي يشاركوا فيها وغادي وغادي برضو بأن هذه المرحلة اللي صورة ماشية محط فرطة ولكن نتيجة عامل وعندهم إمكانية باشي يصول أعلى المراتب إن شاء الله يا فردم أنا بشكرك شكرا جزيلا تهانينا للمنتخب المغربي هذه المرحلة المشرفة في كأس العالم رفعت رؤوسنا جميعا كابتن يونس شليح من مدرب حراس مرمى الوداد المغربي السابق وأحد مكتشفي الحارس الكبير ياسين بونو بالمناسبة ياسين بونو من حقه كمان يكون ضمن المنافسين على جائزة أفضل حارس في هذا المنديال بفضل الأداء الكبير والعظيم اللي عملوا في هذه البطولة نروح لأرقام من هذه المواجهة مواجهة فرنسا والمغرب بكأس العالم هو جولوريس أصبح أكبر حارس أو أكثر حارس يشارك في مباريات كأس العالم متساويا طبعا مع الألماني الكبير مالوون ناير بتسعة عشر مباراة ويقصر الرقم في المباراة القادمة أمام المنتخب الأرجنتيني في نهاية كأس العالم هدف سيوهرناندز الأول أمام المغرب بعد أربع دقائق واربعين ثانية هو أسرع هدف في نصف نهاية كأس العالم منذ هدف فاكة مع البرازيل في فرنسا عام الف تسعمية تمانية وخمسين بعد دقتين فقط فرنسا لم تخسر أي مباراة عبر تاريخ كأس العالم بعد التقدم في الشوت الأول فازت في خمسة وعشرين لقاء وتعدلت في مباراة وحيدة في آخر ستة أهداف سجلهم المنتخب الفرنسي في نصف نهاية كأس العالم أحرازهم مدفعين كولومواني لاعب المنتخب الفرنسي سجل سالس أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم بعد دخوله باربعة واربعين ثانية بعد موراليس في الفين واثنين اللي سجل بعد ستاشر ثانية وسند في الف تسعمية تمانية وتسعين بعد ستة وعشرين ثانية دي أرقام من هذه المواجهة نروح لتصراعات ما بعد هذه المباراة وليد الرجراجي المدرب الكبير للمنتخب المغربي قال لدينا لعبين مصابين واخسرنا المزراوي واسايس اليوم لأسباب لا علاقة بالإصابة وده أثر علينا أمام المنتخب الفرنسي وعلى المستوى الزهني سيكون من الصعب أن يتم تجهيز اللعبين لمباراة كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث همنح الفرصة للعبين اللي ماخدوش فرص كثيرة في اللعب في مباراة فرنسا لأنهم يستحقون المشاركة والظهور أما يسيم بونو حارس مرمى المنتخب المغربي فقال أن المباراة ما كانتش سهلة على الإطلاق خاصة مع الإصابات لضربة الفريق قدمنا كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ولم يكن بإمكاننا تقديم أكثر من ذلك داخل الملعب الآن سنرتاح ونفكر فيه المباراة القادمة وهدفنا هيكون العودة بالميداليا البرونزية أما المدير الفني المنتخب الفرنسي ديدي شام فقال نشعر بالفخر بعدما وصلنا إلى نهاية كأس العالم للمرة الثانية على التوالي نشعر بسعادة كبيرة لكننا لم ننهي مهمتنا بعد يتبقى خطوة واحدة فقط يوم الأحد وياكب أن ننهيها بالشكل اللازم وهيكون إنجاز رائع الفوز بالمونديال للمرة الثانية على التوالي كنين ببيع أحد نجوم هذا المونديال أحد نجوم كرة القدم في العالم يعني قال منتخب المغرب عظيم وقام بإنجاز تاريخي لا يمكن أن ينسى لقد قدموا بطولة رائعة وأتمنى لهم التوفيق في مباراة المركز الثالث تصحات كنين ببيع نحط تحتها مليون خط كنين ببيع تبادل التيشرت بتاعه مع أشرف حكيم بعد المورة هم زمائل أصلا في باريس سان جرمان تحدث عن المنتخب المغربي وقال إنه هو منتخب عظيم وبالمناسبة كورة بقى بعيد عن العطيفة احترام كبير للمنتخب الفرنسي لأنه لأنه تعامل مع المنتخب المغربي باحترام كبير المنتخب الكبير الوحيد في هذه البطولة الذي تعامل مع المنتخب المغربي بحجمه الطبيعي في هذه البطولة مش الاسم والتاريخ هو تعامل مع قوة المنتخب المغربي في هذه البطولة ودي كانت تصرحات بران قبل المباراة لو تفتكروا لما قال احنا مش هنقع في الفخ اللي وقع فيه المنتخبات الأخرى المنتخب المغربي كبير وبيقدم مباريات رائعة جدا وعنده لعبين مميزين عشان كده تحس النهاردة أن فرنسا بتلعب قدام المغرب وهي حريصة وهي الآن مش بمنطق أنا فرنسا أنا بطل العالم أنا اللي عندي نجوم العالم لا كانت بتلعب مع المنتخب المغربي ند لند احترموا المنتخب المغربي فقدروا يكسبوا المنتخب المغربي وده الشيء اللي ما قدرش عليه منتخبات كبيرة أخرى سيو هرناندز أفضل زهير أيصر من وجهة نظري في هذه البطولة زهير أيصر منتخب الفرنسي ونادي إيسي مينا الإيطالي قال التأهل إلى نهاية كأس العالم مرتين متلاتين أمرا رائعا بكل تأكيد وإنجاز كبير لكن طموحنا لا يتوقف هنا فقط سنحاول الفوز على الأرجنتين ونحقق المنديال الثاني على التوالي وده هدفنا منذ أول يوم نروح ليه أنتوان جريزمان الأول نروح لأرقامه عشانه أخذ أحسن لعب في هذه المواجهة النهاردة وبأكد أتكلمكم عنه شوية لعب تسعين ديه النهاردة المبارب الكامل صنع أربع فرص ومرر واحد وعشرين تمريرة صحيحة من أصل ستة وعشرين تدخلاته الدفاعية كانت تمانية تدخلات ناجحة نقف قليلا صمتا وفخرا إلى أنتوان جريزمان ليه بقى؟ جريزمان هو واحد من أفضل لعاب المونديال على الإطلاق ولو كنت بقول إن مرابط يستحق أفضل لاعب في هذه البطولة فيستحقها مناصفة مع أنتوان جريزمان هتقول ليه ميسي ومبابيه هقول لك هم كده كده اللي اتنين خارقين وواحد فيهم اللي هيخدها بس الأدوار اللي عملها جريزمان في هذه البطولة تتحط في تاريخه جريزمان كان أفضل لاعب في المنتخب الفرنسي في يورو 2016 جريزمان كان واحد من أهم اللاعبين اللي خلوا فرنسا تاخد المونديال في 2018 بس نسخة جريزمان 2022 مع المنتخب الفرنسي هي أفضل نسخة على الإطلاق لجريزمان مع المنتخب الفرنسي ليه؟ جريزمان ضحى ووافق طوعية أنه يضحي بالوجاهة الهجومية صناعة الأهداف والتسجيل والجمال وأنه يبقى أحد من هدفين المونديال عشان أدوار دفاعية رائعة النهاردة فاكتر بن كورة للمنتخب المغربي هو جوه منطقة الجزاء وده في المباراة السابقة حصل برضو هو اللي بيعمل الربط العظيم جدا بين لعب الوسط والمهاجمين بشكل رائع جدا بيقطع كرات بيسلم الكرات بيبني اللعب بيعمل كل حاجة في الملعب وطبيعي هتقول لي لو كلم بيه مش مع المنتخب الفرنسي فالمنتخب الفرنسي هيتأثر جدا أنا أقول لك أو رأيي يعني أن جريزمان لو مش في المنتخب الفرنسي أو ما بلعبش مع المنتخب الفرنسي في هذه البطولة كان المنتخب الفرنسي خسر من بدري هو بيعمل كل حاجة كل حاجة وعجبني قوي لاختيار بتاعه النهاردة أنه يبقى أفضل لعب في هذه المباراة وبالمناسبة لو كده ينبقى بيه كان نكسب أو سوري لو كان نسجل هدف النهاردة كان هياخد هو أفضل لعب في المباراة هما للناس اللي بتختار في الفيفا دايما إيه بياخدوا النجم أو أبرز نجم يعني بس جريزمان النهاردة يستحق هذه الجائزة عن كل استحقاق وجدارها رائع يعني رائع بتاع نروح ليه لقطة اليوم النهاردة وهي الكلية ينبقى بيه وهو بيعتذر لمشجع فرنسي كان بيسخن كلية ينبقى بيه ورحشات كرة كوي جدا في التسخين وخبطت في رأس مشجع فرنسي جري عليه كلية ينبقى بيه وراح يعتظله في لقطة إنسانية عظيمة وعبكرية بحيب كلية ينبقى بيه شخصيته كمان عظيمة جدا وفي ناس بيقول له عليه مغرور وهو أبعد ما يكون عن الغرور بصراح على مواقف كثيرة وعديدة يعني موقف عظيم جدا ولقطة عظيمة جدا إن شاء الله مباراة المركز الثالث والرابع بين المغرب وكرواتي هتكون يوم السبت القادم الساعة خمسة ومباراة نهاية كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين الساعة خمسة لو سألتني عن مباراة فرنسا والأرجنتين هقولك إن فرنسا تكسب فرنسا تكسب كأس العالم فرنسا أقوى منتخب في العالم بمسافة مش قليلة عن كل المنتخبات بما فيهم المنتخب البرازيل اللي خرج مبكرا قوية في كل الخطوط كل الخطوط فيش خط واحد ضعيف بس الأرجنتين ميسي وميسي أقترب من الحلم وهو ده اللي هيخلي المباراة ممتعة وجميلة ورائعة ما فيهاش يعني مين بقى هيكسب ما تعرفش ومرة أخرى فيه ناس مازالت على سوشال ميديا يعني مش بس في مصر في العالم كله حتى الخناعة بتاعت ميسي وكريستيانو يا رب ميسي يخسر يا رب الأرجنتين تخسر عشانه بحب كريستيانو فيه ناس تانية يا رب ميسي يكسب يا رب الأرجنتين تكسب عشان يتخطى كريستيانو يا ناس يا عالم يا هو ميسي كسب ميسي خسر هتيجي تقول حصل كده خلاص ميسي مش أسطورة كريستيانو خرج من كاس العالم كريستيانو ننده مش أسطورة مش لقى بعظيم لأنه ميسي مش لقى بعظيم رونانده البرازيلي مش لقى بعظيم بلي مش لقى بعظيم مارادونا مش لقى بعظيم بان نست الروي مش لقى بعظيم روبرت باجيو مش لقى بعظيم ديل بيرو مش لقى بعظيم في حاجات كده اللي هو ايه زين الدين زدان طبعا عشان منساش ده حبيبي ده مش لقى بعظيم واسطورة في حاجات اللي هو ايه خناقات من لا منطق انا بصراحة من الناس انا زي ما قلت لكم من بارع كده انا من الفريق بتاع كريستيانو بس دايما بقوله انا محظوظ ان انا من الجيل اللي عاش ليونين ميسي ما قدرش اقول ليونين ميسي دايما مش كويس ما قدرش ازعل لو ليونين ميسي رفع كاس العالم بالعكس بقى ده كمة العدالة ان ليونين ميسي يرفع كاس العالم في اخر مشواره كمة العدالة بس كورة يعني كفريق قدام فريق فرنسا تكسب بس هو في حقيقة الامر هي الارجنتين في هذا البطولة ما بتلعبش فريق قدام فريق هي بتلعب بميسي قدام اي فريق ميسي كل حاجة كل حاجة هو تسجيل الاهداف هو صناعة الاهداف هو المحرك اللعب هو كل حاجة في المنتخب الارجنتيني وشوية لعبين كويسين لكن فرنسا كوة غاشمة كوة غاشمة النهاردة فرنسا في التحولات من الدفاع الهجوم لما كانت المغرب ضغطاهم بيعملوا تحولات هجومية سريعة بعدد كبير من اللعبين حتى كنت يوفرق مع بعض من أصدقائي بقول لهم دول طالعين غارة مش طالعين هجمة يخوفوا سرعة ومهارة وتحرقات وتكتيك محترم في كل هجمة مرعبين منتخب فعلا قوي جدا بالمناسبة دايما الكلام على فكرة انه دي شام مش مدرب كبير وانا قلت الكلام ده بك بس اقراره النهاردة بالمناسبة يعني راجل بيوصل لتاني كاس عالم تاني نهاء الكاس عالم على التوالي بيوصل لنهاء اليورو 2016 بياخد في وسطهم كاس العالم أصلا في 2018 هو أنا عشان أبقى مدرب كبير المفروض بعمل ايه يقولك لا يا عم عشان معاجل كويس اه يعني هو عشان معاجل كويس هو اللي بيكسب وانا اللي فاشل بها منظومة هو مين أصلا اللي غير دور جريزمان هو انت من امتى بتشوف جريزمان بيلعب 3 في نص الملعب رقم 8 ويعمل أدوار دفاعية راجل مهاجم أصلا جريزمان مهاجم سترايكر أو مهاجم تاني ممكن يلعب جناح شفت قبل كده جريزمان في منطقة جزاؤه في منطقة دفاعية وده مدرب مدرب مقنع مدرب عنده فكر مدرب عايز لقيب يطلع بالكورة عشان ما عندهش بجبة مثلا لا دي دي الشام مدرب كبير ورائع ومميز جدا النهاردة في الدوري المصري الممتاز غز المحلة فاز 3-2 على طلاع الجيش وعمل تحول كان خسران 2-1 أحمد سمير تقدم ليه طلاع الجيش في الدقيقة 11 من راكلة جزايا وإسلام محارب سجل الهدف أساني طلاع الجيش في الدقيقة 37 بعد كده غز المحلة سجل أول أهدافه عن طريق معازل حينها وفي ديئة 45 والهدف الثاني والثالث هداف الدوري أحمد الشيخ سجلهم في ديئة 74 غز المحلة عامل موسم رائع جدا يوم الخميس فيه الدوري المصري الممتاز سرميل كلبطرة هيواجه أسوان الساعة 3-4 للتحاد أسكندالي هيواجه فاركو الساعة 5 والداخلية هيواجه سموحة في نفس التوقيت وهناك كل عرب مع إنبي الساعة 7 إن شاء الله عايزكم تروحوا وتشوفوا قبل ما نروح نشوف عايز بس أتكلم في حاجة قبل ما نروح للتقديل ده عايز أتكلم معكم في حاجة نهاردة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن إنه لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم هتطبق فكرة الوقت الضايع في مباريات الدوري السعودي اللي حصلت في كاس العالم انتوا عارفين الوقت الفعلي للمباراة هيكمل يعني الوقت الضايع اللي هو 7 و 8 و 10 و 11 و 12 ديالي شفتهم في كاس العالم ده هيحصل في الدوري السعودي ده خبر كده على الماشي بس أتمنى الاتحاد الكرة ولجنة الحكام يشتغلوا على القصة دي بسرعة عشان إحنا هنا عندنا بنضيع وقت كتير قوي يعني هو بيقولك إنه الاتحاد السعودي شاف إنه الوقت الفعلي في المبارياته 50 ديئة هم عايزين يوصلوا إنه يبقى 60 ديئة الوقت الفعلي في المباراة من 90 ديئة إحنا غالباً بيلعب 30 ديئة في 90 ديئة غالباً يعني معيش الرقم بالزبط بس غالباً بيلعب 30 ديئة والباقي وقت ضايع والوقت مهضر بدون داعي فحلو أولى وطبقناه ودي حاجة سهلة يعني حاجة سهلة بس ما نتأخرش يعني نروح ليه قطر مع زميلنا المميز دوماً محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 يقول لنا الأجواء بعد مباراة القوم بين مغرب وفرنسا في نصف نهائي المنديال يا محمود مشرف ومنور كالعاد كل تحية لك أكيد يا كريم وكل تحية لمشاهدينك الكرام في كل ما كان من هنا من العاصمة القطولية الدوحة تحديداً من سوايف وبعد الهزيمة أكيد للمتخب المغربي اللي كانت كبيرة يعني للأسف طبقات كانت كبيرة جداً وكل الناس كان عندها أمل كبير للمتخب المغربي عار ولكن الهزيمة للأسف كانت بشرف كبيرة جداً محمود محمود أنا عايزة أقول لك حاجة بلاش حزن يعني خليك فخور ومبسوط إحنا هنا فخوري ومبسوطي وعمين حفلة للمغرب فخلاص المغرب خلق يعني المغرب عميت اللي عليها والزيادة والزيادة مش حبتين وميت حبة كده لأدام وأنا شايف اللي وراك عمين يشجعوا المغرب هوا أه هم الناس أكيد لنستر تحتفل ولكن هو اللي وراء ده شويت فيه كده جمهور جزائري كل يوم بمتواكد فيه جاسوه واقف دائماً بيقعد يغني وإلى أي منتخب عربي ولكن الجمهور المغربي خصوصاً النهاردة مش بيغني زي كل مرة اللي بيغني ورا دور جمهور الجزائري لما بيحتفل عطول في أي وقت في أي مكان ولكن خلينا أقول لك الجمهور المغربي كلمت معاهم بعد المباراة كلهم يعني زعلانين وفرحلين بشرف في نفس الوقت لأن يا كريم يعني عاوز أقول لك لما وصلوا دور التمانية ما كانوش متوقعين إنهم يهدوا بالأداء قوضاء في دور التمانية ولما وصلنا دور الأربعة ودوم السيمي فاينال قال لك المنتخب الفرنسي ولكن هما كانوا ند قوي جداً للمنتخب الفرنسي ده اللي زعلهم يا كريم المنتخب المغربي كان قرايب جداً من التعادل ولمهاردة كان قرايب جداً من قلب النتيجة فهي دي بالصبت كانت القصة اللي موجودة النهاردة الكريم هو ده اللي زعل الجمهور المغربي إنهم كانوا قرايبين جداً من التعادل وكانوا قرايبين جداً ان هم ممكن يقتنسوا الفوز كمان لولا الخطأ يعني اللي حصل في اول المباراة في اول خمس داية ولعاوز ارجعلك عليها الكريم بتغيير خطة اللعب النهاردة من طريقة اربعة تلاتة تلاتة طريقة التلاتة او طريقة الخمسة وارا عملت مشكلة كبيرة جدا في التمركز الوضع كان جديد على منتخب مغربي. منتخب مغربي ما تغلبش مباراة تريبا بقالهم 11 مباراة. والنهاردة المباراة دي اول مباراة غير فيها طريقة اللعب. وده بسبب التمركز الخاطئ اللي طلع منه المساكة التالت اللعب النهاردة في المنتخب المغربي تصوصي النايف اقرب ما كانش موجود. زاد وليد رجراجي لعب بريسك شوية لما لعب سايس وهو مصاب وشوفت طبعا سبرينت العمل مع الجروف الكورة اللي ضعت بعد الهتف على طول. وهو ده اللي عمل خلخلة شوية لدخط تفاعل منتخب المغربي. وبمجرد رجوع تاري طريقة اربعة تلاتة نصير مصروي وخروج سايس ورجع لعب اربعة تلاتة تلاتة شوفت الواجهة الحقيقي للمنتخب المغربي بالذات من الاول دي اعشرين او اتنين وعشرين بعد التغيرين اللي اتلق عليهم. وبدأ للمنتخب المغربي يظهر بقوة وكان قريب جدا جدا ان هو يتعادل. وهو ده اللي مزعل جمهور المنتخب المغربي ولكن كلهم بيلولي احنا علامات في كتاب التاريخ جديد وهو الحصول على البرونزية والحصول على المركز الثالث في كاس العالم وهو ده اللي هما بيسمحوا دولاتي لي ويدوروا عليه. وده اللي احنا اكيد كلنا معهم فيها كليلا. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا بعد شوية حاول ارجع لك تاني. تكون جايزتنا كمان شوية لقاءات مع عدد من الجماهير اللي موجودين. انا بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكل مرئيس التلفزيون مصري برنامج رقم عشرة من قطر. انا نروح نشوف لقاءات مع مشجعين مصريين ومغربة في تجمع المشجعين بمصر بعد المباراة. ونروح لفاصل بعدها نرجع مع العزاء محمد جمال ومحمود دياء. خليكم معنا. لا احد في المغرب ولا في العالم كله كان بينتظر المغرب يروح على النصف النهائي. احنا لما تخطينا عتبة الثمن النهائي اللي يعني في المرة الثانية كانت الفرحة كتير جدا. ولما رحنا على الربع كانت الفرحة اكتر. ولما اليوم بنلعب آآ نصف النهائي زادت الفرحة في المغرب وفي شعوب المغرب العالم العربي كله. وفي افريقيا كلها. انا شفتها من منذ تقريبا بداية الورد كوب. كنت في مصر منذ تقريبا عشرين يوم. كلما ربح المغرب اشوف يعني المصريين بيخرجوا بيهتفوا. وبيفرحوا للمغرب ويشجعوا. واكيد اليوم ان كل المصريين بيشجعوا آآ المنتخب البغري. حقيقة شايف آآ حاجة جميلة جدا. حاجة ما حصلتش قبل كده الكرة بتجمع الشعوب. شايف آآ نجاح عربي آآ نتمنى نكون آآ كلنا في آآ شايفنا من الخليج للمحيط آآ آآ في آآ في آآ وآآ وعزة وكرامة جميلة جدا يعني. فخر لكل عربي ان احنا نكون موجودين هنا. خلني اقول لك البطولة من الاول الاخر عربية. تنظيم جايد جدا 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 جدا. وفريق عربي بيوصل للنهائي ان شاء الله يا رب. والكلام اللي قاله المدرب ان هم جايين عشان ياخدوا الكاس. كلام محترم ومش للمشاركة. كلام محترم جدا يعني. احنا النهاردة حاسين كأننا بنشجع المنتخب المصري. آآ المنتخب المغربي فريق آآ افريقي وفريق عربي. فبالتالي احنا يعني حاسين بان احنا آآ يعني منتخبنا. مش منتخب دولة شقيقة او منتخب آآ فريق تاني يعني. شعب المغرب. وآآ منتخب المغرب اللي شرف العرب وشرف افريقيا. وبصرف النظر عن نتيجة اللقاء يكفينا فخرا وصول فريق عربي لمثل هذا الدور اللي لم يسبق له احد انه وصله قبل كده. فتحية كبيرة جدا لآآ دولة المغرب وآآ لعيبة المغرب والمنتخب بالمغرب الشقيق. كان آآ اداء رائع من اول آآ المباراة ياسب من آآ النهائية الاولى. وهذا نتيج على يعني عمل آآ جاد كانت عمل من قبل. وكذلك استثمار في آآ بنية تحتية رياضية مهمة اللي عملها المغرب. واللي استقطب لها كل آآ اللاعبين المتعلقين سواء في اوروبا او الدول العربية. وهي اللي اعطات هذه النتيجة هذه اللي وصلت المنتخب المغربي متعلق للربع النهائي. وبالمناسبة عايزة اشكر كل زملائي المصريين والشعب المصري اللي يساند بشكل كبير للمنتخب المغربي. وكانوا يعني متضامنين بشكل كبير وده واضح وبين وحدة الامة العربية. وعايزة اقول لهم انهم ما يفقدوش الامل آآ المرتبة الثالثة احسن من الرابعة. ويكونوا دائما فوكسين على الاحسن. كده ان شاء الله في آآ المباريات بتاع الفين وستو عشرين يوصلوا للنهائي ان شاء الله. يعني بحضراتكم آآ مرة اخرى اشرفني وينوارني في هذه الفكرة. لأصدقاء العزاء محمود دياء ومحمد آآ جمال. يا حود مشرفه من نورك. ربنا اخليك يا كريمي الخبور. اخبرك ايه? زي الفل الحل. الحمد لله. جيمي. اخبرك ايه? اخبرك ايه? انا وجود معكم على حبود طبع. شفعتك حاجة؟ لا. فيش بيتة. كما انا عايزك في حاجة. كما انا عايزك في حاجة. كما انا عايزك في حاجة. فأخلاص يعني. مالهدى على الهواء بقى. والله يا مالهدى على الهواء دلوقتي. مالهدى النهاردى المغرب آآ. ما تقدرش يعني عارف المشاة اللي كنت جابه من شوية المشجعة اللي هو ايه. انت مش عايف تزعل ولا تفرح. تشجع ولا ولا تزعل انه الحلم ما اكملش للآخر. هم حطوك في حتة كده اللي هو رفع وتوقعاتك على الآخر. وحسوك انه عادي. ما ممكن ناخد كاس العالم. بس النهاردى تقول بكل آآ بكل فقر. المغرب عملت كل اللي عليها وزيادة. طبعا خلينا نقول ان الحلم مش مكملش لأ هو اللي احنا فيه ده هو حلم. ده حلم وصلا كامل. ما كانش فيه منتخب عربي يوصل الربع النهائي. ما كانش فيه منتخب افريقي يوصل مص النهائي. فاللي وصل بمنتخب المغرب بالوقت هو ده حلم. خبص احنا حققنا الحلم فعلا. واللي يعني مطش فرنسا وحتى مطش كل الوقت هو بونس على هزا الحلم. وصول مص النهائي ده انجاز عزيم جدا. ان المنتخبات العربية والافريقية فاغلب الوقت كنا بنروح بتحت ما ظلت التنسيل المجرف. ايوا. المنتخب المغرب تخطى ده. زي ما هو كان اول منتخب عربي. يعني تخطى ده زمان. بقى اول منتخب يوصل كمان الربع النهائي. فرقه قبل كده السنغال طبعا وغانا وصله الربع النهائي. بقى هو اول منتخب افريقي كمان يوصل نص النهائي. فمنتخب المغرب عايش الحلم. عايشنا مع الحلم. تخطى حاجات كتيرة وحواجز كتيرة. كنا في كينها صعب جدا متخطاها. ما بنتكلمش حتى في ان المنتخب المغربي عان او لقى مجموعة مقبولة فصعب منها تاني بالعافية. وبعد كده لا هو بيلعب منتخبات التاني والتالت على العالم في 2018. بيتخطاهم وبيتصدر عليهم المجموعة. بيعدي دور اسبانيا في دور 16 واحد من المرشحين على الاقل للربع النهائي. البرتغال اللي كان الناس مرشعها بشكل كبير انها تصل على الاقل السيمي فاينال تخطاها كمان. بيلعب فرنسا بطل العالم اللي عنده مجموعة وكوكبها مرعبة من النجوم. ومش بس هو بيلعب المغرب في حالته اللي هي الطبيعي اللي الفرنسا ليت تفوقوا على المغرب. لكن كان بيلعبه وهو عنده مجموعة مش قليلة من الاصابات. عنده اجهد مرعب للفريق. فكان الحقيقة الموضوع يعني قدر له نوه ما كانش في الامكان افضل. بتعمل مباراة محترمة. جدا جدا. يعني كمان المباراة محترمة. مش بس مع كل الغيبات ديات فانت باسبر عنك خسرت النهار ده. لا انت كنت لمنتخب الفرنسا. جدا ولو في فعالية اكتر في التلت الاخير كان على اقل المغرب وصلنا في وقت من وقت المباراة لواحد واحد. وبعد كده ربنا يسهل. صح. فلا ما ندرش نلوم حد في المنتخب المغربي. ما ندرش نقول او يعني حتى زعل ما يفقاش كون زعلانين. اه طبعا كان نفسنا الموضوع يبقى اكبر من كده ولكن اللي احنا فيه ده هو فعلا حلم وحلم كبير جدا. للمغربة طبعا في المقام الاول قبل اياه حد. لازم يجيل المغربي اللي موجود دلوقتي ده يكونوا عارف ان هو افضل جيل في تاريخ العرب. افضل جيل في تاريخ افريقيا. ده يوصل لحاجات ما كانش حد يحلم. نحن وصل احنا اعرب مرة كنا ربين من الحلم ده كان مع غانة في الفين وعشرة. صح. لكن اللي بيعمل هو منتخب عربي كمان. من لنا في الموضوع. بشكل كبير جدا حاجة فخر لكل العرب. ما حدش يزعل. ما حدش يضايق. ماتش كوروتي هو بونس. للكلام طبعا ميديليا هتبقى حاجة تانية وجديدة تضاف او الموضوع في تاريخ العرب. ولكن ماتش فرنسا وماتش كوروتي في النهاية هما بونس على انجاز تاريخي عامل وريد الرجراجي مع كل اللي عيبة اللي كان موجودين معا. المنتخب المغربي كنت بقول في المقدمة يا جيمي انه هو حطنا كلنا في مزنق. يعني مش احنا بس كمنتخب مصري. منتخبات عربية. انه فيك اتبقى التمسيل المشرف في البطولة على ما دي خلاص بقت جملة وانتهت. يعني خلاص انتهت. التمسيل مشرف انك توصل سيمي فاينال. ده التمسيل المشرف. رأيك في مجمل اعمال المنتخب المغربي في هذه البطولة ومباراة اليوم. يمكن يا كريم بعد المباراة وشفت الحزن على معظم جماهير العربية قبل الجماهير المغربية سواء في المدرجات او حتى في كل الدولة العربية. على السوشال ميديا حد. طبعا. الحزن ده بيوديني الرسالة لازم لازم نقولها انه لا حزن ولا وداع. كنتم ابطال ولا زلتم ابطال. المنتخب المغربي قدم وعمل ملحمة. طلع منها بمكتسبات كتير جدا ليه ولكل الدولة العربية والافريقية خلال ما سرته في هذه البطولة. المنتخب المغربي قدر انه يكسر حاجز نفسي اهم من كل الحواجز الفنية. ان منتخب عربي افريقي بيدخل وبيهدد كل كبار اوروبا بما فيهم حتى مباراة اليوم اللي لها طبيعة خاصة لما نتكلم عليها تفصيليا يعني. المنتخب المغربي عنده لعيب النهاردة بيلعب عشر مباريات كاملة في كأس العالم حكيم زي اش. لأول مرة. يبقى عندك لعيب عنده خبرات انه لعب عشر مباريات كاملة في كأس العالم. بتتكلم انه عندك لعيب بيسجل في نسختين اتقرارت مرتين تلاتة. لعيب زي يوسف نصيري. كل لعب من المنتخب المغربي عمل انجاز فردي. بالاضافة للانجاز الجماعي انه قدر يوصل للسيمي فاينل. رفع سقف الطموح صدقني. هو حافز كبير جدا جدا لكل الدول العربية. بارح والنهاردة بصدفة. سمعت اكتر من استوديو. في اكتر من دولة عربية. الناس كلها بتتكلم على التطوير والنموذج المغربي. وليه ما نبقاش? وليه ما نعملش? ده جاي منين? جاي لانه وصلك لمناطق انت كنت بتخاف تروح لها. وما بتخاف تتكلم فيها علشان الناس ما تحسبهاش عليك ان طموحك انك توصل هنا. طرى ما في دولة عربية قدرت انها توصل للمنطقة دي والمساحة دي. فوراق رفع سقف الطموح بالنسبة له كمنتخب ورفع زعف الطموح بالنسبة للمنتخبات الافريقية والعربية. المنتخب المغربي يا كريم مش بس ان هو وصل سيميفايل. المنتخب المغربي النهاردة كل صحف العالم بتتكلم على نجوم منتخب مغربي محدش كان يعرف عنهم كتير قبل البطول. عز الدين اناحي. لعيب بالنسبة لي هو مفاجئة البطول. انت عارف احنا على طوال مسيرة المنتخب المغربي بنشيد بالعديد بياسين بونو بسوفيان مرابط تحديدا السنائي. لكن بالنسبة لي عز الدين اناحي هو المفاجئة البطولة. كنت لحد من مطشينا كريم بقولك هو مفاجئة والدي الرجراجي للمنتخب المغربي. لا عز الدين اناحي هو مفاجئة ده واحد من مكتسبات البطولة الكبيرة قوي. هو مفاجئة المنتخب المغربي للعالم. افضل من اللعيبة كتير بتلعب في اندية كتير في مركز تمانية على صعيد صناعة اللعب والدريبليج والترانزيشن. فانا بالنسبة لي مكتسبات كتير جدا. رفع سقف الطموح. مكسب للكل. والمنتخب المغربي. تاني عيد الجملة اللي بدأت بها كلامي. المنتخب المغربي ابطال. ولازاله ابطال. وحتى لو قرر ما صرح به والدي الرجراجي. انه خلاص. اللعبة ما بقيتش قادرة. اللعبة الأساسيين. وانه هيتفع بالعناصر اللي ما اشتركتش في المباراة الكرواتية. فما يفعلوه هو انجاز عظيم جدا. عظيم. من المغربة خشرة النهاردة. فنيا. خلينا نقولي شوعة حاجات كده اولا كريم. اول حاجة. نقدر نتكلم فنيا. مثلا اول اعز اتكلم عن عنصر الارهاق. نبنتكلم هنا عن. سوفيان مرابط بيلعب البطولة من اولها او من تاني مطش. هو عنده مشاكل في ظهر. بياخد مسكنات وغلابه. ده اول حاجة. رومان سايس مصاب. ولها بعد اسبط المطش لفات. ولها بعد اسبط المطش لها. واعتقد كان. يعني مش هقول غلط ولكن برضو الرجاجي غاسب عاملين ان هو شايف. اتنين مسكين قاسين بتقومش موجودين. فهيدفع باليميخ وداري جمع بعض. شح. قدام فرنسا. ده كتير. شح. ده الجزء التاني. يسير مزروي. مصاب. حكيمي بيلعب على اسبطه. حكيم زياش في وقت من الاوات وصل ان هو مصاب. فنتا بنتكلم في نصف الفريق مصاب. نهاردة منتخب المغرب. ما بعد تغيير رومان سايس. ثم بعد كان مصير مزروي. بيلعب شوت كامل قدام منتخب فرنسا. بدفاع احتياطي. تلك من اربعة احتياطيين. فكان بالنسبة لي. انجل اعطيك جمال اختلف معي. خلينا اقول انا وجهة النظر. انا وجهة النظر للعكس كده. انا كنت شافي اللاعب خمسة النهاردة. هو منطقي. ليه منطقي? منتخب فرنسا عنده حلول من كل اتجاه. ادريكار يتكرر ان هو يحاول يقفل اغلب الحلول الممكنة. طبعا في حل الفضل ناقص هو الاسف اللي جاي منه الجن الاولاني. فهو كان عايز يقفل ان مبابي ومدنبيلي ميروحش واحد على واحد. لان دي مشكلة كبيرة جدا. اي حد مع كل مستوى حكيمي العظيم ومظائفة. ده خطر كيمي جدا. الخطر التاني هو الجاي سطر على الجيرو في الكورة العرضية. مجلوش المساحة. انجيرو مش مجرد لعب. بيطلع لعب بدمغه بس. هو مهم جدا في ازاي محطة لزمائل وفي ازاي بيدغط بشكل قوي ازاي بيدخل الاتحامات هوائية قوية. فدول اللي كان الحاك تاني اللي كان مهم نزبل. ان منتخب فرنسا كانت اثنين في نص الملعب اللي هو اتشواميني ورابيو. النهاردة كانت اتشواميني وفوفانة. مش اثنين يده خطورة قوية. بس مع كل ده في عنصر بقى ناقص هو اللي عمل خطورة اللي هو انتونج دي سمائل. اللي بيقدم بطولة اعجازية في رأيه. عاد اكتشاف كبير لنفسه ما بعد السنوات صعبه في برشلونة. معين انه ما عادش اكتشاف نفسه. انا طويلة المعتادة اللي كان بوك بابي ستنم الكرة ويرفع عينهم بابي بيجري بيدي كرة خلاص كاس عالم. صح. ان فرنسا تعمل معها ايه. لكن في كان فيها انتونج ريز من استنم. وهو ده اللي كان بدأ. الرجراج يحاول انه يقفل على قد ما يقدر خطورة اللعب اللي هم كتير قوي عند منتخب فرنسا. فده اللي قدر يعملوا منها. والاسف ما كنلتش بشكل كبير. الحاجة التانية كمان هي ان فعالية منتخب المغرب ما كانتش قوية في تلت الاخير. النطش ما بعد اول ربع ساعة بقى مفتوح تماما. في مساحات هنا ومساحات هنا. نص ملعب الفرقتين قادر يخرج بالكرة. وناحي وامرابط كانوا عاملين دورة حواطين جدا. ناحي التانية طبعا الفرنسا هي فرنسا. ولكن الفرق ما بين المنتخبين اللي كان واضح جدا هو ان فرنسا بيستلم الكرة. شاوميني بيجري فوفانا بيجري جريز من جريز من بيقدم باب الفراد. مع المغرب بيحس المضوع هادي. وناحي بيخرج المرحلة الاولى او الرابط. يسلم الكرة للتلت الاخير المضوع بالقواطين. او هم مش عارفين يقدموا ايه. يوسف انصيري بيستلم بيلمس الكرة تلت مرات النهار ده بس. لقى مرات ستين ديه او خمسة وخمسين ديه حاكلة. تلت مرات بس. فده الفرق ما بين المغرب وفرنسا ببساطة. الشروط التانية يحاول ان الكريده خالص ويزود الحمل ناحية اللي هي شمال فرنسا من باب ما بيرجعش كتير. وفي هرناندز عارفيني ان هو هجوميا اقوى من دفاعيا. طبعا. فكان هدفه ان هو يعمل زيادة في الحتة دي. زياش راح مع حكيمي مع اناحي. اوقات كمان كان صوفيان بوفال بيروح في الحتة دي. وده كان الهدف منها كلها. راحت المغرب مرة واثنين. بس ما كانش في استغلال للفرصة. على الفكرة بمناسبة سيوه هرناندز انه بيهاجم احسن ما بيدافع. الفكرة بس في سيوه هرناندز انه بيهاجم تسعة من عشرة وبيدافع سبعة او تمانية من عشرة. يعني برضى عشان احيان الناس يقولك ايه. نتعامل مع سيوه هرناندز ان هو بيدافع وحش قوي. اهو النهاردة عمل مباراة دفاعية قوي جدا. كويس بس هو لو النهاردة. اه. وبميكانه اللي كان بيلعب مكان كوناتي. اه. كنتش يستندف موتش انجلترا. فظهرت اكتر من غلطة منه. ومن ابو ميكان النفس. نهاردة كناتي مدفع سريع جدا. دايما بيلحق المدفع اللي وراه. الباك اللي وراه. فديه يمكن اظهرت شوية هرناندز بشكل او الجابهة دي بشكل اغضل. احاول يضغط من الحتة دي كتير جدا. بس للأسف. ما قدرش ان هو يوصل بها اللي هو عايز. فالمنتخب المغرب. ادى المطلوب بشكل ككورة. او كمدرب قدام مدرب. الوضع اللعب 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 التمام. هو انا متفهم ان هو كان عايز ان هو عنده مدفعين غايبين اساسيين. فعايز يقفل اغلب نقطة اللعبة. فده بالنسبة لي مقبول جدا. خسر ده طبعا ان هو غير سايس فتقدر يرجع تاني زي ما كان موجود. حاول يضغط في ناحية اللي هي اكتر نقطة ممكن اتقرب منها فرنسا. ولكن للأسف السرعة ما كانتش موجودة. مشكلة التلت الهجومي اللي احنا كان عنا من قبل بطولة حتى. للأسف استمرت قدام فرنسا. ليه اللعب بخمسة النهاردة كنت مختلف عليها? لانه بالنسبة لي هو واحد من بمناسبة الخمسة واحد من خمس اسباب قدت لخسارة المنتخب المغربي النهاردة قدام المنتخب الفرنسي. بتدي بالسبب رقم واحد اللي هو اللعب بخمسة وقراره اللي اثنينة عليه بشدة طوال البطول. اللعب بخمس مدافعين بيستهدف دايما التأميم بتلاتة في الخط الخلفي مع تحرير نوعا ما الاتنين اللي على حكيم. انا لقدرت في اول ربع ساعة تحديدا لقدرت ان انا حرر للاتنين تم تحريرهم بعد كده بعد استقبال الهدف ودي قصة تاني. اشرف حكيم ونصير مغزرائي مقدرتش ان انت تحررهم لعبت بتلاتة تغييرت الكمبينيشن في وسط البطولة. وانا متعود على شكل معين في ظل هذا التلاحم والضغط الشديد مع ارتفاع مستوى التنافسية وانا بلاها في فرنسا مضر جدا. ان انا بغير في التوقيت ده. مش خمسة ولا تلاتة ولا اربعة واني اوقع. التغيير في حد ذاتها في التوقيت ده. عفوا صعبة جدا. مضرة جدا. وده اللي ادفع ضربته بدري قوي. فده كان السبب الاولاني اللعبة بخمسة في الخط الخالف. اتنين. قال لا توفيق ودي مش بتاعت حد. قال لا توفيق اللي لازم في منتخب المغربي. واحد في توقيت استقبال الهدف. لا توفيق غير طبيعي. وطريقة استقبال الهدف. لا توفيق غير طبيعي. عدم قدرة المنتخب المغربي اللي راح بواحدة واثنين وثلاثة واربعة الشوط الثاني على التسجيل. لا توفيق غير طبيعي. واثنين حلوين جدا. في الشوط الاول. واحدة بتاعة الجوادي الاميق. اه. الكرة الهوائية والشوطة بتاعة اناحي. والشوطة بتاعة اناحي لشغالها وجلارسة. ما كانش معاك توفيق النهاردة. تلاتة. حالة الارهاق الشديدة جدا عن كل عناصر المنتخب المغربي. وكنا مستنين. كل مباراة بننتظر هي امتى? هيقعو. امتى هيقعو. امتى هيقعو. والدليل تصريحات والد الرجراجي. اربعة قرار والد الرجراجي. اللي رغم الثناء عليه وبعيدها تاني عشان ما تاخدش ان احنا بنهاجم والد الرجراجي. رغم الثناء انا عليه طوال البطولة. لانه قراره باشراك لعبين مصابين حتى لو كان لعناصر الخبرة. هو قرار في مخاطرة شديدة جدا جدا. ان انا بحط عنصرين غير مكتمل الجاهزية فيهم لعيب. لو اغانب سايس او رومان سايس. مكانش ممكن يلعب البر اللي لها. واتربط ونزل. ولعب قدر المستطاع وخرج. فانت جاي لك لعيب بنفس الاصابة بنفس مشكلة. اصابات العضلية مفقاش. وانك تشركه. فتضطر تسحبه بعد عشرين دقيقة. وانت مستقبل هدف. فاتكلفت تغييره. ورجعت رجعت غيارة طريقتك. لو هو انا عند القناعة بعد الاستقبال كنتكملت بالخمسة. غيارت العيب بالعيب وكملت بالخمسة. او انزل سليم قملاح مكان. اخيرا خامس سبب انه العناصر البديلة في المنتخب المغربي. وده طبيعي جدا. طبيعي جدا. على فكه معظم المنتخبات كده. اه ما اقول لك ده طبيعي جدا. الا فرنسا. الا فرنسا الا البرازي. الا المنتخبات اللي عندها سكوات قوي قوي. يعني خمس ست منتخبات بس في البطولة كلها. فده طبيعي جدا. ما ادرتش انها هتقلل الفوارق مع اللعيبة اللي موجودة في الملحب. الـ 11-12-13 عنصر اللي اعتمد عليهم وريد الرجل رجل. دول خمس اسباب قدوا لانه النهاردة المنتخب المغربي يخسر. معظم ها اسباب خارج اليد. اسباب محدش كان يقدر يعمل فيها حاجة. في سبب سادس مهمة جدا. في قوة فرنسا. اتطلع مع فرنسا. اه طب لا اقول لك اتطلعك غير الاسباب الاعلى. محمود طبعا قوة فرنسا. والحلول الكتير. وهو جود جريزمان. النهاردة بمناسبة جريزمان في لقطة شفتها هي اكتر لقطة معبرة عن حالة جريزمان. هو بيطلعك كل من المسجد الجزء. لا مش لقطة في المباراة. بعد المباراة تعليق بوجبة فرح كاتب. ايوه. ثناء على جريزمان. قال لك جريزمان كانتي. ثناء على الدور اللي عمله جريزمان. مش طبيعي ان جريزمان يعمل كل المجود البدني ده. وينزل وده في واقف الزواجة تمرير. ويتواجد في وسط الملعب. ويبقى واقف بلوك قدام الاتنين. شاملهم في فانا طول المباراة. هو الراجل ده طول عمر يبالعب شادو سترايكر. احيانا جناح فرود. هو مش لعيب مش لعيب واسط ملعب ابدا. فانه يبقى بهذه القدرة خلى بوجبة عمل. ده بالنسبة لي هو اكتر تعبير. بالنسبة لي معبر عن الحالة اللي كان عليها جريزمان. الحالة العظيمة اللي كان عليها جريزمان في البطولة كلها تحديدا. طيب. المغرب من وجهة نظرك في رائيك يعني. مين اكتر لعبين? انا المسالية للمونديال. اه حكيمي. اعتقد المنافسه الاكبر هيبقى ايرونوفيتش. اهه. لو اه بكرواتير. صح. ما ينفعش تشكيل من غير واحد من مرابط او اناح. ما فاش كلام. هو تحس ان احنا بياخدهم اتنين باكتش على بعض. انا اتنين مع بعض. بس هو هل لازم واحد فيهم على القل. طبعا انا متفايل من مش هيبقى الاتنين عشان فيه لعيبة كتيرة ظهر في نصف المرابط. بس هزم على القل لو واحد منهم. هزعل ليه? يعني لو مرابط اتاخد هزعل ان مناحي ما اتاخدش. لو مناحي اتاخد هزعل ان مرابط ما اتاخدش. اللي اتنين عاملين مغرورة مش طبعا. واحد فيهم اللازم يكونوا في تشكيل المثالي. رومان سايس ونايف اكرد لو كانوا كاملهم من غير اصابة كانوا واحد فيهم يكون موجود. بس اعتقد ان الوقتي جفرديول والتاميندي. الاتنين اعتقد كفتهم اعلى سنة عليهم. حتى واحد من منتخب فرنسا اعتقد. فلا بالنسبة لي هقولك حكيمي. امرابط يا اناحي. انا مالي ان اللي يحصل غالبا امرابط يعني. وانت. صفان امرابط طبعا. انت حفراء يعني صفان امرابط طبعا. و. يعني مش يعني بحاول. اعزي الدين اناحي بحاول بس طبعا. انت بتجي تتفرج اتجي تلاقي مثلا. لازم حد من وسط ملعب منتخب كرواتي هيتخذ. لازم. مدرش كاكاكيا موجود. شوامي موجود. جريزمان. جريزمان. فهدنا زحمة اوي. بس مؤكد يقينا. يعني قلناها كريم في دور بين دورة 16. صفان امرابط لازم في التشكيلة الاساسية. انا شايف صفان امرابط هو الاقرب واقعيا انه يكون موجود في التشكيلة الاساسية. وخلينا نشوف اداء بقية الحراس حتى ناعدة البطولة ونشوف بالتالت والرابع. يمكن كمان يكون ياسين بونو. انا شايفنا ياسين بونو كمان. اعتقد ليفاكوفيتش بعيد. ليفاكوفيتش هو اكثر من الحالس عامل تصديات في البطولة. ياسين بونو هو زاهر كويس بس هو عدد تصديات. الشغل بفاية. اهل شوية من ليفاكوفيتش يعني طبعا الترسان اللي قدامه كانت قوي جدا. بونو تقلق في ضرورة الجزاء اسبانية. ليفاكوفيتش متقلق مرتين. وصد اليابان وصد البرازيل. فالموضوع ميال شوية. الاثنين خلوكين شيتس ثلاثة وثلاثة اعتقد. انا فكر صح. فالمقارمة قريبة في حالة كتيرة بس اتصور. بس انا عشان كده قلت قبل ما اقول بونو قلت لك ايه. حسب الاتجة الثالث والرابع. لانه لو حافظ بونو على نظافة. لو اشترك المغرب بالتشكيل الاساسي يعني. لو حافظ بونو على نظافة شباكو. اعتقد انه هيبقى ليه بريوريتي. لان هي لها حسابات غير حسابات الارقام. انه لازم مع سفيان مرابط. وبرضه عشان اسجلها. انا بالنسبالي عز الدين قناح كان بالنسبالي حتى لما اشتغلنا على المتخل المغرب قبله البطولة. هو مفجأة البطولة بالنسبالي. ويستحق له لانه في سفيان مرابط في وسط الملعب. كان عز الدين قناح هيبقى موجود في التشكيل الاساسي الكسل العرب. عظيم. سيمي فاينال المنديال كرواتيا والمغرب. شايف المبارادي ازاي? هي مبارا شباها اللي عملت في الفتح. اول مبارا المغرب اللي بلقت في المغرب. تبنينا امل ان لا احنا ممكن نعمل نتيجة كويسة. الكلام على الارهاق بتاع اللعيبة ده اكتر شيء ممكن يكون مقلق شوية المنتخب المغرب هو مين لا يكون موجود. لان زي ما كان جيمي بيتكلم الاساسيين والبطولة الفرق ما بينهم واضح يعني. لو خرجنا يا سفيان مرابط وعز الدين قناحي من الملعب فبطولة هم اكيد قال. خرجنا حكيم زياش اللي باين عليه جدا الارهاق. سفيان مرابط البنزي خالص وده مواضح جدا نيوسف النصيري ما مرهوش بديل عظيم. اشرف حكيمي اكيد. لو المزروي لاعب عليم بس حتى مزروي برضا. انا اتمنى طبعا الرجاء اضرب بالعبت واضرب اولا بالحالة اللي لم تكررش تاني كمان. فممكن يبقى عايز يشرك لعيبه اكتر ان هما يدخلوا يشاركوا يكتب اسمهم في الانجاز التاريخي اللي هو سواء التالت او رابع فهو في الناها انجاز تاريخي. فده انا يعني متفاهن ده جدا. ولكن انا اتمنى لمنتخاب المغربي على الاول ستين دي هيلعب بنفس شكل ونفس قويته. ومنتخاب كرواتي مش ما بيهددش مرمى الخصوم كثير خالص. عالغاني نسبة تزديداته اقل اقل واحد يمكن مش بس في الاربعة. في التمانية اللي صعب كمان دور التمانية. فدي حتى حاجة يتخليك يعني متعشم شوين على الاول ستين ديئة ندوس نتقدم حتى بجون وبعد كده نبقنا. نريح ناس اللي مش قادر تمشي دي. وده يا حين ربناكم فعونهم. بس انا متسرق منتخب مغربي عنده فرصة. منتخب كرواتيا عنده وسط قوي جدا. عنده حارس قوي جدا. عنده جفرديول. فرايه هو مندفع افضل في البطولة. ولكن كمنظومة بتدافع او كمجموعة بتدافع تقدر توصل لجلهم. فتقدر تحاول تستغير ده على الاول ستين ديئة وبعد كده خلاص يبقى يعني مش هادر على قدر اللي ربنا. منتخب الكرواتي منتخب قوي جدا. لكن منتخب الكرواتي كمان مرهق. معدلاتهم البدنية مرعبة. لكن مرهق. منتخب الكرواتي بلعب اثنين اكسترا تايم. معدلات العمارة عندهم عالية. عندهم بعض الصغارات واضحة جدا جدا جدا. اما سوسا. رجلنا منتكلم عنكم فراج عماطش مبرح مع بعض يا كريم. عنده مشاكل كتير جدا جدا. حكيم زياش لو فحالته هو اشرف حكيمه. مهما حتى تمال عليه. ده خاصة ان بريزيتش كمان مش في حالته في البطولة. خالص خالص في البطولة دي. متأثر بتغيير مركزه معطاطي. انا وحاجات كتير يعني. لكن كرواتي عموما انا جدا مع الطرح اللي كان بيقوله محمود. مهم جدا. حتى لو الحالة البدنية مش في افضل حالتها. المنتخب المغربي يحارب على المديلة. المنتخب المغربي لازم يحارب على المديلة. ويحارب عليها ازاي? اللعيبة. مش اقول بقى المصابة. انا هنا. لعيب مصابة ده كونسب في الكورة ما بغيروش. لكن لو لعيب. هو مش جاهز بدنيا 100% لعبه شوت. اللعيبة الاساسية لعبه شوت. ربنا يعني يوفق وتسجل. ارجع بعد كرة ينزل بقى لعيبة بدنيا تجري طول الشوت التاني. لان الكرواتيا باستثناء مبارات الارجنتين. وليها قواعد خاصة ومسي خاص. فباستثناء مبارات الارجنتين. كرواتيا حط كل لعبتك اللي تقدر تختف لك الفوس في البداية. وبعدين ربنا يا حلا. نشوفه بعدك. لكن تاني. ده مش معناه ان لعب لعيب مصابة. عظيم. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل مع جيمي ومحمود دياء. خليكم معنا. دعنا بحضراتكم مرة اخرى. طيب حد. مبارات النهائي. شوفت انا. شوفت انا. شوفت. انا بضحاكوا من جب المسأل. عشان اعارف اللي نفسياته. اه. تمام. عايز مين يكسب. انا مشجل الارجنتين من البطولة في فيش فيش شيء مختلف. والعدل هو بيحاول يضغط عليه كفاهم عشان تغير بس الاجابة. ايه? العدل الارجنتين. الارجنتين. كل حاجة بتغير الارجنتين. عشان ميسي. منطقي. اه. بس لأ المكلماتك على فريق قدام فريق. مين افضل. فرديات طبعا طبعا فرنسا اخو. تتكلم في فرقة عندها. سيباك من البين الدفاع. تتكلم عن سيو هرناندس. كيلين مبابي جابها هجومة مرعبة لأحد. جريزمان. نتكلم عنه قبل فاصل كتير. رابيو هيرجع دنبالي. حتى وان كان هو يعني عنده مليون مشكلة. بس مازال خطر جدا فوق احد على واحد. وليبي جيروه مهاجم خبرة جدا. فالوضع فرديات اقوى منتخب فرنسا. منتخب الارجنتيني الناحة التانية عنده ميسي. واي فريق في التاريخ كان عنده ميسي في اي ما كان من الخصب. منتخب الارجنتين. انا متفاهم جدا الناس قبل البطولة كان حاجة. وما بعد ماتش السعودية كان حاجة تانية خلص. قبل البطولة الارجنتين دخلها تكسب البطولة. مرشحين لكل شيء. كسبنا كوبا امريكا. كسبنا ايطاليا في البطولة لنا مش فكر اسمها في عمل التي كده. اخر بطولة ميسي. اخر بطولة ميسي. الكل بيلعب من اجل ميسي. تذكر الارجنتين اول تتخلصت في البطولة. فالوضع كان مرعب مرعب جدا. جاءت صبمة السعودية. وده اللي ماز باتكلم عنه ميسي مبالح بعد الماتش. صبمة السعودية غيرت كل ده. الفريق بقى محطوط تحت ضغطة اكبر. تشوف ده في احتفال بابلو اي مار بعد جون ميسي في المكسيك. بشكل مرعب جدا. اسكلوني في رأيي انا شخصيا شايفه مدرب كويس جدا. هو غير كتير في منتخب الارجنتين. صح. اللي كمان يثبت انه غير. هو داخل البطولة دي عنده روميرو. دي بول. باريديس. دي ماريا. لوطارو. خمس لعبه مش جاهزين. يلعبوا مع لوسيلسو والمصاب. ست لعبه من حداشر. مع ميسي طبعا بقى سبعة. دول سبعة لعبه من حداشر مش جاهزين مئة في المية. انهم يلعبوا. ايملال ومارتنيز عنده مشاكل مع أستون فيلا. ومستوى كان أقل كتير. الباكين من طولة ارجنتين اللي هم جزء مش أولال من كلام الناس في البطولة. هم طول عمرهم كده. هم طول عمرهم عشيين. يعني بكين الأرجنتين دول. من دقام خم أبلو سورين وآيالا. ما تفتكرش باك للأرجنتين كويس غير زانيتي. بزانيتي. فسنين وسنين مش موجودة. فكان المشكلة هي ان اللعبة دي هو فقدها. فهو اتكلم عندها قبل البطولة. ولكنه مدرب مش عنيد خالص. فحول ده ازاي. اللي وسيلسو بقى ما كاليستر. لو اضطر رو مرتينيز مش فاي. هاتوا ونزل في الباريس. مصر ملعب في مشكلة. ديني انزل فرنانزي دي حل جديد. دي مرايا مش موجود خلاص. مفيش مشكلة هنلعب من غير. بلعب انتخب هولندا. نقطة قوات انه عنده اثنين مهاجمين صراح موجودين. انا هلعب بثلاثة عشان اأمن ده. كويس. بلعب انتخب كوراتي عنا ثلاثة في النص اقوي جدا. بلعب باربعة في مصر الملعب. انا عايز اقمن ده. فانا بحاول في خلال البطولة العب ماتش بماتش. ازاي احاول ان انا اغير او اعمل مشاكل للخصل. طبعا مع قدرات مختلفة من لعب ميسي. ماتش استراليا بيفتحه. ماتش هولندا. الباصة اللي اتعاملت للمجينة ما كانتش اول مرة يحصل الباص ده ما بينهم. فكان هدف ده. ماتش الكرواتيا نفسه. ضربة الجزاء. سواء اتفق وتختلف في ضربة الجزاء نفسها. لكن قبل كده. كان البداية بان ميسي سحب جفرديول مرتين ناحيته. عشان يفضي المساحة دي لالفاريس. فيروح الفاريس في الحتة دي. فبالنسبة لما لف بال. لا ده دي قصة تانية. اللفة دي دي قصة تانية. ملايه. مركبوا الملايه. قال له انت احسن ملافة في مطولة تعالى بس اقول الحاجة. فدي قصة. انت احسن ملافة في مطولة عبل ما تجيلي. اه بالضبط. حاجة تانية. ولماذا ده مش عيف خاص في جفرديول هو اي حد ده ميسي ده طبيعي. ده البديهي يحصل. فبالنسبة اسكالوني رغم الانتقاط اللي كان علي في دي قصة البطولة ولكنه قدر يغير شكل فريقه بشكل كويس على قد وما يقدر. الناس كي تقول لك. طب هو ليه ما بلعبش اربعة اتنين ويدي دي بالا. ما بلعبش يلعب كزا ليه ويدي بابو جوميز. ما يديش ليه انخي الكورية. لانه ما فيش وقت للكلام ده اولا. هتصور ان لو كان منتقب الارجنتين كسب السعودية. كان دي بالا خد اخر نصف ماتش المكسيك وكان لعب ماتش بولندا الاخير. لكن هزيمة قدام السعودية خلت مفيش مجال لحاجة. احنا دخل من البطولة. مفيش حاجة خالص. فبدأ يلعب بدا واحدة واحدة لحده موصل للهدفه. فمنتقب الارجنتين فرديا قد يكون اقل. وضا واضح لانه فيه لعبة كتيرة جدا كوريتها قليلة. ولكنه جماعيا كمنظومة وكمدرب قادر يحاول يلعب على شكل الخصب هو في رأييي لي كفه افضل في حيثة لي. انتقب الاوزنانتيني يمتلك اتنين ليونال. ليونال ميسي وليونال اسكلوني. ليونال اسكلوني. اه اه اه. 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 شفت دي. ما شفت دي. انا قد انت سنة لعيد تاني في الملعب. اول الله قد انت اسمها منفجأ. طمام. اطلع بشيء. بص نت خليت الروح تراف. اذا كنت اعتقني قولت حلوة. اذا القد حلوة لا يقول حاجة فلسفية حلوة على انتهم لعبة كرة فيعملهم بالزنة هو واحد ليوناليس كلوني يا كريم تغير فلسفة الكرة الارجنتينية انسى بقى البطولة خالص وتعالى من بدر شوية كوبا امريكا بروح بقى لي عشرين سنة ما خدتش بطولة بتلعب في البرازيل بتلعب البرازيل في المراكانا وانت سكواد قصاد سكواد بعيد قوي مسافة كبيرة جدا ما بين الاتنين وبرجع البطولات التانية للارجنتين ده ليوناليس كلوني بغير فلسفة ان الكل بيلعب بس عشان يدي الكرة الميسي لانه ازاي الكل يساعد ميسي مش انا بخلص من الكرة اني بديها الميسي وبعد كده هو المطلوب يعمل كل حاجة لا الكل بيعمل من اجل ميسي الفلسفة اللي الناس شايفها فلسفة دفاعية لا هي فلسفة ازاي اخلي كل لعيب فاتد على البوزيشن اللي بيلعب فيه انا مبدورش على احسن لعيب لما بقارن مقارنات فردية او نظرية انا بشوف مين اللي يخدم الشكل اللي انا عايز العب بيه وده اللي طبقوا بعد كده بعد الصعيد الفردي والشغل اللي عمله خلال الفترة اللي فاتت في مصاره بالبطولة امتى العب بخمسة لما بلعب المنتخب الهولندي امتى العب باربعة لما انا اروح بعد كده بلعب اقوى خط وسط في البطولة المنتخب الكرواتي ازاي افضل قافل الملعب كومباكت واشتغل على تحولات وعلق ميسي للمرة الاولى من اول البطولة من الدقيقة الاولى ميسي كان بيتعلق احيانا في بعض المباراة يطلع فوق كمهاجم تاني لكن لما انا علق ميسي وخليه يفتح الملعب تماما عشان يفضي الاسبيس تزود المساحة ما بين داين لوفرين وجافارديول عشان يتحرك فيها اللعيب المميز اوي اللي محظوظ بوجود ميسي جنبه جوليان الفارس اللي ينافس على هدف البطولة باربعة اهدف بسبب وجود ميسي جنبه ويعمل دا كله دا شغل مدير فني بحث سكواد الارجنتين شاء من شاء وابا من ابا لما تيجي تحطه مقارنة تلاقيه يا رقم سبعة يا رقم تمانية في التمم فرق اللي تأهله وفي فرق من اللي خرجت بدري في فرق من اللي خرجت بدري قبل كده في دروس 13 سكوادها اقوى من الارجنتين فلما تلاقي هذا الاسكواد طبعا وجود ميسي ساعد اسكالوني مليون في المية لكن لما تيجي تقول ان هذا الاسكواد بيوصل فاينل مونديال طبعا لازم تقول شابولي يونيل اسكالوني وطبعا اي كلام هنقوله عن ميسي بقول نو لا بجامد بقى بقلي منه اه 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 اقول انه لا بقويس اقول لك على الحقيق انا لو قلت ان ميسي اجمد العيد في البطولة ابقى بقلل من ميسي ميسي اكبر من كده بكتير ميسي في ليبل اعلى من كده بكتير ميسي اللي بيعمله في البطولة دي الكرة اللي كنت تتكلم عليها بتاعت جفارديولي الهدف الثاني المنتخب الارجنتيني كنت اقول لك ركبوا الملاهي انت متخيل انه ده احسن سنتر باك في البطولة بلا مقارنة مع ايه سنتر باك انت متخيل انه هو بيزوء سيبك بأمل انه هو رقصه ده العادي خدوا ورجعوا ودى وجابوا وركبوا الملاهي ورجعوا وقال له خلاص الجيم خلص تعال انا داخل بقى الثانتاشر اللعيب منه هو بره الثانتاشر كان ممكن يزوء ميسي وحاول يزوء ميسي موقعش النقطة الاهم من ده كله انه مسك الخلفية من الدي اربعين انه هو مسك الخلفية وعمال بالدرق ده جفارديول ده ما شاء الله يعني اه با يعني فهم يا هو لو ريح ايده بس كده على ميسي يطالع بره الملعب فبيزوء فيه موقعش وهو مسك الخلفية من الدي اربعين كرة اللي هو عفا كانت ضرب ناحية اليمين في الشرط الاولاني فميسي بره المقارنة ميسي هو محتاج دي عشان يقفل كتاب التاريخ ويغلق المقارنات انا ما بحبش المقارنات عموما لكن يغلق المقارنات مش مع رونالدو يغلق المقارنات عموما هيبقى عمل كل حاجة في كتاب التاريخ خواه ناقصه ياخد المونديال ويبعد بقى خالص ويصعبها قوي على اي حد جاء انا اروح للمحمود لا لا بالعكس بالعكس انا عجبني انت فتحت لي موضوع مهمة او لا بالعكس هوا دلوقتي لو ليونين الميسي ماخدش كاس العالم هل يعني هل مثلا يبقى هنقول مثلا اصلي ليونين الميسي كده مش اسطورة او ليونين الميسي مش من اعظم لعابي التاريخي اللي لم يكن اعظم هو كده كده اعظم لعب شفته بعيني عشان مقولش بقى بليه ومقارن جوفتش بقى بليه ولا هماردونا هو اعظم لعب انا شفته في عيني من سنة الفين الى حد النهاردة بلا منازع موضوع مهنا مفيش اي تاليل لها من اروندو ولا من اي لعب تاني في الدنيا عشان روندو لعب عظيم جدا يعني هوا صورة عشان عشان يبقى تاني فالعب تاني ده مش وحي عشان زين الدين لعب عظيم زي اروندو البرازيلي لعب عظيم زي انيستا لعب عظيم مفيش كلام عن الناس دي وانيستا وتشافي ومودريتش انا بكلمك في انو لما منقول مسلا ده الاعظم او ده الاهم في تاريخ الكورة فده مش تاليل لا يقلق من الناس هوا من الناس عاملين اخنائة مباراة اي حاجة يزم تقرم اي حاجة يعني لو مودريتش عام ماتش عظيم فلازم اقارنه بإنيستا ولمبرد وسكولز وزيدان مانفعش نقول ان مودريتش لعب عظيم جدا لان نقطة اللي مش موجودة رونالدو عام ماتش عظيم فتعلن قارنه برونالدو الزاهرة وابراهيموفيتش وميسي لازم ما ينفعش لعب ونقم ولازم اخنائة الناس يقول ايه ميسي بالنسبة لي اعظم لعب في التاريخ فحد يقول لك يا محمود اتبت فهمش حاجة هو انا بالنسبة لي اصلا اعظم لعب في التاريخ زلتان وبراموفيتش فانتبت فهمش حاجة يا سيد انت حر لا لا ما ينفعش برأيك ورأيك ورأيك هو انا رأيي واي حد تاني مالويش فهم لا وانت غلط كده لا لازم فبالنسبة لي بوس المتورة دي هو بيقفل بوزل يعم في بوزل كده هو بيقفل بوزل نعم Sing ايه? مين اكتر لعب مشاركة في تاريخ الارجنديين في كاس العالم? مارادونا. بقى ميسي. صح. مين اكتر لعب سجل? باتيستوتا. بقى ميسي. صح. مين اكتر لعب سجل? باتيستوتا. بقى ميسي. صح. مين اكتر لعب شارك في تاريخ كاس العالم? مارادونا. بقى ميسي. صح. مين اكتر لعب شارك في تاريخ كاس العالم? لوثور ماتيوس. بقى ميسي. صح. هو بيقفل شوية. في في شوية فراغات كده نقصة على السرعة من اكتر من اكتر لعب شل شرط الكابتن في كاس العالم كان رفاقين مركز بقى ميس فهو بالزبط هو هو بس في في حيطن تدهنته وش اول في شوية حاجات فهو بيدهم بس الوش التاني عشان نخلص عشان قربت عتزل فعايز بس اخلص على التاريخ كله بقى اللوحة الاخيرة اللي هو بيمسك فيها اللي هو بيشول في كاس العالم بس يعني فخلص ده التابلول اللي يتحطع في ميسي بيسجلش في الاقصايات بيسجل في 16 وفي الربعين مائية وفي نص النهاية عادية ايوه ميسي عنده مش كبه مش عارف في الصناعة قال لأ اكتر لعب صنع ده في تاريخ كاس العالم ميسي لما راح باريس سان جيرمان انتهى فميسي يتقلق في كاس العالم ويتقلق مع باريس سان جيرمان الموسم ده كله هو هو الموسم اللي فات كان موسم نقاها هو هو كان ده الوحي اقرب يخلف العجلة ضارت طبعا مع العلم والتأكيد ان المستوى اللي هم يتشوفه من ميسي دلوقتي هو يعني لو انا هجامل فهو نص مستوى اللي كان قابل كده يعني اللي بيحصل ده كله هو نص ميسي ده اللي كان قابل كده هتخيل كده وانا بخمسين فلمية من المستوى اصلا يعني فالوضع يعني ميسي ميش في الكلام ده تلاحظوا في كلام مزيعة ارجنتينية كلامت مع ميسي بعد الماتش قالت له ماتش جاء وانهي يا كاس العالم اخر ماتش ليك في كاس العالم واحنا كلنا مستنين اللقب ولكن في حاجة مهمة اوي احنا خدناها وانت كسبتها اهم من كاس العالم هو ان الشعب الارجنتيني كله بقى شايفك ملهم الناس كلها تلبس تشتتك في كل حتة الفقه الفقرة والاغنية كل الناس على حسب انواع تشتت كلهم بتشتت ميسي فانت كسبت حاجة مفيش حد ممكن يكتسبها زيك وكاس العالم مش هيضيف لك اي شيء زي ما الحاجات دي هتضيف لك وده هو ناس بفاق كبير قوي معان اللي كان بيحصل بعد الفينال 2014 وفينال كوبا 15 اللي خلا ميسي يعيط في الملعب ويطلع هو والفريق يحتزلوا دولي بسبب الاهانات اللي ديه فده تحول كبير جدا لتقدير ليوني الميسي اللي كان دايما الكلام ان الشعب الارجنتيني مش هيقدر ميسي الا لما يكسب كاس العالم زي مارادونا دلوقتي فاللاحظة اللي احنا فيها دي قبل ما ميسي يلعب اخر ماتش ديه في كاس العالم فالكل الارجنتينيين اولا ميقدرين ميسي كتير جدا عما كان متقدر قبل كده العالم كله بدأ يهدى ويقتنع ان مش عيب خالص منافسة ميسي ورولاندو ان لو رولاندو تاني فيها فده مش عيب خالص تاني اعظم لاعب في التاريخ تاني اعظم لاعب في التاريخ بالضبط على قصدي اصلا هو الترتيب ده حتى الترتيب ده ما بيتكتبش في الفيفا ما بيقولش ده رقم واحد مالوش رفرقس انت حر انت لاته زي ما انت عايز كل واحد زي ما هو عايز بالضبط لكن هتقول لي ان ميسي كان بيتخزل مع الارجنتيني قبل كده انا جاي نهرج اه هتقول لي ان رولاندو ده لعب ما مش مؤثر مع ملتخاب البورتوغال انا جاي نهرج مفيش مشكلة ان السن لي حكمه يعني رونالدو اللي عمل كل ده في رونالدو الوقتي ان هو واغلب محبين ومش مقتنعين ان السن لي حكمه ان رونالدو دلوقتي مش هينفا لعب 90 دقيق مش هينفا لعب 90 دقيق اكتير ورا بعدها هيلعب كليه ادوار معينة ولو كان اقتنع بالدور ده في مانشستر يونايتد كان بها بيسجل في الموسم 15 جون في الموسم مثلا كدور انجليزي وخلينا اسف محمود قطعك في الحتة دي ربطة عامل السن بالنقطة اللي قبلها قال انه ميسي لو قلنا انه افضل شيء بيقدمه ميسي دوقتي وجاملنا اي 50% ده كريديت لمين كريديت لمنتخب الارجنتين مع ليونال اسكلوني لان ميسي هو في الطوب فورم المنتخب الارجنتين ما ظهرش بهذه الحالة مع مديرين فنيين اخرين تحسب لمدير فني قدر وميسي بس ب 50% من قوته انه يستخدم بقية العناصر عساكر الشترانج بالنسبالي في المنتخب الارجنتيني وانه يستفيد من 50% دي انه هي اللي ببروس بقى الشكل الاجمالي وانهوصل بالحالة دي ب 50% فتحسب لمدير فني على عكس سانتوس في المنتخب البرتغالي ده فرق كبير سانتوس يعني اهواء شيء مش قليل من خدت 90% قوة سكوادر المنتخب البرتغالي خلاهم 40% بالزرعة بمناسبة ذكرك كريسانونالدو قبل اخفاص بحطة على الهامش كده ملاش عراقب المنديال كريسانونالدو ممكن يرجع ريال مدريد؟ ما اعتقدش مش شخصية في رونتينو بيريز عشان بس انا بقولي السؤال ده عشان عشان انا بقولي السادة المشاهدين اه اوكي اشكاس هلتك السؤال ده هل ممكن بقى يرجع هل دلالة انه ممكن يرجع ريال مدريد؟ اعتقد صعب صعب عشان في رونتينو بيريز مش يعني شوفنا ده مع اساطير كتير قبل كلا ولعيب كتير في رونتينو بيريز بمقفوله كمان طريقة خروج رونالدو وقتها وكلامه عن يوفينتوس وان احنا دلوقتي بقى في مكان اشبه بالعائلة والحاجات دي كلها والتاريخ اللي 4 سنين فاته اعتقد ده خليه صعب وارد عشان نهاية عاطفية تاني انا متصورش ان ده ممكن يحسن مش تاني على ريال مدريد تاني على قصة عوضة عاطفية اخرى لرونالدو عوضة عاطفية ما تستطيع فاتصور ده صعب رجوع رونالدو مكسب للإثنين مكسب للريال مدريد رجوع رونالدو تستة شهور مش رجوع رونالدو بالمناسبة انا من الناس على فاكرة فنيا شايف ان كريستانو رونالدو يبقى مفيد جدا لو جير ياما دي ستة شهور بس بشرط ان هو يقتنع انه يبقى المهاجم رقم اثنين وانه يقضى على الدكة فانت لو تستخدمه بعد الاوحاك هيبقى عبكاريك ده الحل المثالي الجملة اللي كنت بقولها قبلها يا كريم انه مكسب للإثنين مكسب لكريستانو انه يرجع ريال مدريد اللي عمل معاه معظم تاريخه مكسب للريال مدريد اللي بيدور احنا كنا عادين في حلقة قبل كده يا كريم ريتكلم مين اللي ممكن يساعد ريال مدريد في ظل إصابات بنزيمة الكتير وكمان هو ارتباع معدل عمر بنزيمة ولسه موسم ريال مدريد مكمل فطبعا طبعا مهم هو يقتنع انه هو الان هيبقى ظل بنزيمة مكانش مختلع بداف مانشسترين لكن اظلم معرية المدريد هياخد وقت اكتر وهيتقدر اكتر ده رأيي هو عاش بنزيمة عمره كله ويتقال انه هو ظل كريستانو رونالدو الان كريستانو رونالدو يوافق انه يبقى ظل بنزيمة فمعلاقة هو كمان عقلية كريستانو رونالدو هل تسمح بدأ ولا لأ معرفش ده ده طبعا لو بليل زي ما انت قلت وانا متفق معك وافق انه يكسر جزء كبير من مبادئه ويوافق انه لكن ما كسب للاثنين ولازم رونالدو يختار يعني رونالدو دلوقتي هو لو رونالدو عنده عروض تانية كان ممكن ولكن لحظة ما اعتقد انه هو يتعلق عليه يوافق لان رونالدو ما بقاش زي الاول الاول كان ممكن يقول ان تشيلسي عايزه اصل بيرن دلوقتي الكل اعلم بكل وضوح انه مفيش عرض رونالدو صحيح فهو لو دي موجود يعني لو اتكسرت من فلولانتينو بريز ادخل الموضوع من ده عظيم جدا محمود دياء ومحمد جمال هيفكروا في تشكيلهم الافضل لهذا المونديال اسمعهم منهم بعد هذا الفاصل خليكم يتخلمون اينغ ذلون اينغ ذلون بحضراتكم مرة اخرى سألت محمود وجيمي عن تشكيلهم الافضل والتشكيل المسالي بالنسبة لهم في هذا المونديال محمود نبدأ بك يلا ما عايز تشكيل كامل ولا نقول خط الخط اه لا اعمى من حرص المرمى الدفاع انا اخد الحارس اللي واحد تلعب ايه اربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة يعني ما اخليها اربعة ثلاثة الحارس هناخد ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتير الدفاع اربعة على يمين حكيمي اتنين في القلب جافرديول ووتاميندي على الشمال ثيو هيرنانديز في نص الملعب صفيانهم رابط انتوان جريزمان لوكا مودريتش واتشواميني يعني هيبقى اربعة اربعة اه اربعة واحد اثنين واحد اثنين عشان جريزمان فحطه في الثلاثة اللي قدام فحطه تحت اثنين مهاجمين مهاجمين طبعا ميسي وامبابي سهل بس سهل خلص تشكيل والله سهل خلص تشكيل ماشي ماشي باكليفت تيو هيرنانديز اثنين سنتر باك جافرديول وتياجو سيلبا رب مخروجهم بادري اثنين فوسط الملعب لوكا مودريتش ومرابط دامون جريزمان كده اربعة ثلاثة ميسي كلا لامبابي و هروح لوليفي جيرو اربعة هوا سكيتشوك مابين جيرو والفاريز اه صحك مابين جيرو والفاريز اثنين عندهم اربعة تجوال عشان كده كنت بقولك وحنا اوف اير حتى الان يعني المركز ده تحديدا احسنوا بعد الفايل مابين جيرو ومابين جيرو والفاريز ان شاء الله الفاريز في لعبة اصعب بقى قول ايه من افضل لعبة في المنديال يا دي صعب قوي يا واسهر اذا افكر اذا افكر سنتين ونص كده في الموضوع لا ما انت بتقوليش ميسي اقول له مين تكد حاجة يعني بصر الكاميرا اقول له عاغل ميسي اقول ليونيل ميسي اه اقول اتنين ليونيل واحد اسكلوني واحد ميسي واحد عادي احطول ميسي واحد ميسي واحد عادي اه اختار ميسي طبعا ام استاذ جيمي ايه التنهيضة دي بتفكر في ايه لا والله لا فعلا انا بالنسبة لي لا بالنسبة لي يحسمها كاس العالم يحسمها لقب كاس العالم لأنه جريزمان عامل عامل مونديال عظيم. أنا منباهر بأداء جريزمان في البطولة دي. كلانم بابي عمل أداء ممكن للنهاردة واحد من أسوأ مبارياته. ده من جلتارة كمان ما كانش في أفضل شيء. لكن بالنسبة لي جريزمان من منتخب فرنسا. ميسي طبعاً أداء عظيم. وإن لم أكن مبالغاً. فأنا بالنسبة لي سوفان مربط واحد من أفضل اللعيب اللي في البطولة. اللي هو نفس على الأقب أفضل لعافل عليهم. لا أبالغ. يعني بيقوله من دورة 16. لا أنا شايفة له ينافس على الأقب. أتمنى أن أحسن الملكز الثالث عشان ياخد الكرة البرونزية على لوكا مودريتش. حلو. لأنه بالنسبة لي ميسي ومبابي هو اللي هيخسر هيديله أحسن نعافل بطولة. واللي هيخسر هيخد التاني. برافو عليك. عشان دايماً بيبقى مودريتش خسر نعافل بطولة. بس سؤالي حاجة. أنا مبابي منباعر جداً بدوره. أنا قلت كده النهاردة في المقدمة أنه لو لو وجود ميسي ومبابي كان سؤالي ممكن ياخد أفضل لعافل بطولة عادي. وجليزمان. جليزمان عامل أداء خرافي. مودريتش عامل أداء خرافي مع المنتخب. وكراديك كمان في العمر ده 7-30 سنة بالكراس مع العمر. بس أنا هميل جداً جداً لليونين ميسي. ماشي متفق. دي نسخة الأولى للأرجنتين إذا بشوف منتخب مش منتخب أرجنتين هو منتخب ليونين ميسي. يعني فيه أجيال كتيرة للأرجنتين آه برضو كان ليونين ميسي هو اللي بيحرق كل حاجة. بس لأ في نجوم تانية في المنتخب لكن المنتخب ده حرفياً هو اللي وصله الفاينل لهنا بدراعه. أنا بدراعه وبرجلي ليونين ميسي هو اللي وصله. أتفق. أتفق جداً شكراً جزيلاً. شكراً جا محمود شرفت ونورت. حبيبي يا كيل. جيمي شرفت حبيبي يا كيل حبيبي أشكرك شكراً جزيلاً. ده كان ختام حليتنا النهاردة من رقم عشر. رب تكونوا استمتعتوا معنا. أشوفكم يا رب على البخير. اشتراً لكم. تشربت حكمًا addict chessيانيك. ترجمة نانسي قنقر